كيفاش؟ ايها للا انت يا جيتي في الكار حل جيما محبا بي مشروبات مقاعد جد مريحة ويفي وخدمات اخرى مع الساتيام بريميام اكتشفوا متعة السفر من جديد الساتيام السفر على حقو طريقو اصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مؤخرا القرار رقم 15 والذي يقضي بتغيير وتتميم القرار المتعلق بكيفيات وشروط حمل الأرقب الهاتفية وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن هذا القرار الجديد الرامي إلى تطبيق مدكرة التوجهات العامة لمواصلة تنمية قطع المواصلات في أفق سنة 2018 يهدف إلى تعزيز هذه الرافعة التنفسية لصالح المستهلك المغربي والمتعهدين في موضوع آخر عقدت مجموعة الضحى ندوة صحفية محورة حول نتائج الربع الثالث من سنة 2015 والتي تميزت بالإيجابية مروان بالفقير وزكريا سفريوي لم يثني الحريق الذي شب بمقر مجموعة الضحى الأسبوع الأخير اللجنة الاستراتيجية للمجموعة من عقد ندوة صحفية تعرض فيها مجموعة الضحى نتائج الربع الثالث من سنة 2015 والتي تعكس تحقيق المجموعة لتقدم ملموس على مستوى الإنجازات العملية والآداء المالي استنادا إلى أهداف مخطط خلق السيولة ولو كان الحقيقة التجميع لذلك سيكون باش نطحوا الناس والناس يعرفوا الرقام اللي حقنا اليوم والحمد لله في المستوى الإنجازات العملية والناس يعرفوا الرقام اللي حقنا ينصر بكم على مستوى الإنجازات العملية نتائج الربع الضحى يجب أن نعطي كل ثلاث شهور النتائج وهذه البلانجة سنكاج نعطيها في مارس ونعطيها في جوان وهذا في سبتمبر سبتمبر وفين سبتمبر والحمد لله النتائج وصلنا إلى مريا 40 مليون الدرام التي تنقصها تقريبا 160% من النتائج لحقنا 100% البيان زيدار لذلك نجدها 160% هذا مهم جميل والناس العجار والعيال الذين تحزمون هذا البلانجة نعطيها ونجدها كل شهر ونجدها لإعطائهم مهم جميل ونجحت مجموعة الضحى في تخفيض الدين الصافي بقيمة مليار ونصف درهم بعد توزيعها أرباح درهمين عن كل سهم لكل المساهمين الذين وطدت النجائج الإيجابية أواصر الثقة بينهم وبين المجموعة التي تتموقع مشاريعها في 17 مدينة بمجموع 107 مشروع لا شيء عمش تقبل يا الحمد لله في خير كله من المشاريع أنها بحلي الناس كنت يتعرف ونحن في الضحى ما كنش في الضار بيضاء ونحن نضح 17 مدينة وتقريباً لدينا 107 مشاريع في المغرب كله وهذه المشاريع غادية الحمد لله كل شيء في المبيعات وكل شيء الحمد لله الزبنة لدينا لدينا واحد العلاقة معهم وإستيقاء معهم طيبة وغادين في أمير الله وحفظه واستطاعت مجموعة الضحى مراكمة النجائج الإيجابية وكذا تجاوز الأهداف المسطرة بفضل تشمير طواقم المجموعة عن ثواعدها وبفضل المجهودات الاستثنائية التي تقوم بها كل مكونات المجموعة فقط لإرضاء شركائها وزبنائها في موضوع آخر وبصفتها المعتمدة على الصعيد العالمي ودعت كونيكا مينولتا الرائد في مجال طباعة وتصوير الرقمي بشركة مع موازعها المحلي شركة أركيوس هدفا يتمثل في مصاحبة تعليم العالم المغرب من خلال برنامجها مباراة جامعة التحدي تفاصيل هذه المباراة ضمن روبرتاج مريم ملكو وزكريس فريوي بصفتها شركة للتربية والتعليم على الصعيد العالمي وضعت كونيكا مينولتا الرائدة في مجال الطباعة والتصوير الرقمي بشركة مع موازعها أركيوس هدفا يتمثل في مصاحبة التعليم العالي بالمغرب من خلال برنامجها مباراة جامعة التحدي ويتمثل الهدف من هذا التحدي بالنسبة للفروق المشاركة في الوعي بأهمية هذا الجانب التوتيقي واقتراح مشاريع التي ستوضع رهن إشارة الجامعات الشركة حتى تتمكن من إزالة الوطائق الورقية والتصنيف الديناميكي مع الوطائق وغيرها كان الحمد لله طلبة كثير من عند الجامعات يعني كيفاش نطوره من التعامل مع الورق كانت الدراسة دارت على مدى من شهر 12 من دو جنبير اللي فات حتى اليوم إن شاء الله غادي نانونسي والناس اللي يربحوا معنا وتسعى مجموعة كونيكا مينولتا إلى مصحبة كل الجامعات في تفكيرهم أو مشاريعهم المتمحورة حول الثرات المعلومات نحن هنا لأول دوم سيصنع المترجم لإعجاب المترجم لتعطيب مبتع لأولي أوليكية المترجم وهذا ما هو أول عام لنا عامل وهنا نحن نفتك في الوليكي المترجم وفي المترجم نتعامل سيصنع في مباشرة ومتمنح أنه سيكون جيدا ومتعين لأوليكا مينولتا إلى أن تتمكن من المترجم ومتمنح أن أتفكير من هذا الوطائق وبهذا فإن مباراة جامعة التحدي تعتبر مناسبة لاكتشاف آخر الحلول والخدمات والبنية التحتية المادية لمعالجة الوثيقة والمعلومة التي تقترحها كونيكا منولتا اللحظة ننتقل مجاهدين إلى مسجدات بورسة دار البيضاء التي أغلقت جلسة ثلاثة على الخط الأحمر بالنسبة للمؤشرين الرئيسين مازي ومادكس ولدان يسجل على توالي من قيمتهم نقص 0.71% ونقص 0.76% وبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 8,989.0 في حين بلغ المادكس وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة بسمرار في البورسة 7,340.06 نقاط بهذا نكون وصلنا وإيكم لختام موعدنا الاقتصادي نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة